بعد هذه البيانات التي شرعت فيها في الحلقة الماضية وما ذكرته لكم في حلقتنا هذه أعود بكم إلى ما حدثتكم عنه في بداية مجموعة هذه الحلقات لماذا؟ لأن الحلقة هذه هي الحلقة الأخيرة في هذه المجموعة مجموعة حلقات يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول؟ بداية هذه الحلقات كانت حديثا عن السيناريوهات الثلاثة السيناريو الأول سيناريو الغدير الأمة غدرت به وانطوى هذا السيناريو فجاء السيناريو الثاني بديلا عنه سيناريو القربان اللهم تقبل من محمد وآل محمد هذا القربان إنها كلمة العقيلة زينة صلوات الله عليها حينما رفعت جسد الحسين باتجاه السماء في ليلة الحادي عشر من المحرم الذي نتأمله أن هذا السيناريو هو الذي سنبقى معه ويبقى معنا قطعا إذا كنا نستحق ذلك وإلا فإن هذا السيناريو سينطوي إذا ما أتممنا غدرنا به نحن غدرنا الشيعة غدرت بهذا السيناريو مثلما المهاجرون والأنصار غدروا بسيناريو الغدير الشيعة أيضا غدروا وغدروا بهذا السيناريو لكن رحمة صاحب الأمر صبر صاحب الأمر لطف صاحب الأمر هو الذي أبقى لنا بقية هل نستطيع أن نحافظ عليها أم أننا سنكمل غدرنا وهذا هو المتوقع وحينئذ سيطوى هذا السيناريو كي يأتي مكانه السيناريو الثالث سيناريو اليوم الأخير وحينئذ سيكون كل الكلام الذي مر في هذه الحلقات هباء منثور الكلام الذي مر في هذه الحلقات يكون نافعا يكون مثمرا إذا ما كنا سائرين في مسار السيناريو الثاني الذي هو سيناريو القربان لكننا إذا أسأنا وهذا هو المتوقع من الشيعة أن يكملوا غدرهم بسيناريو القربان مثل ما غدروا ببيعة الغدير ونقضوها كلام إمام زماننا في الرسالة الأولى للشيخ المفيد التي وصلته سنة 410 للهجرة حيث الخطاب موجه إلى أكثر مراجع الشيعة من أنهم نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون لقد نقضوا بيعة الغدير نقضوها بطريقة شيعية شيطانية خبيثة يعلنون بيعة الغدير بألسنتهم ويظهرون اهتمامهم بها بحسب ظاهر أحوالهم ويقيمون الاحتفالات بمناسبتها ولكنهم عمليا نقضوها حرفا حرفا ولم يعملوا بأي ميثاق من مواثيقها أتحدث عن مراجع حوزة النجف وكربلاء منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة والذي يثبت كلامي كتبهم تفاسيرهم فتاواهم إنها ناقضة لبيعة الغدير بالتمام والكمال الشيعة تقدس هؤلاء الشيعة تفترض في هؤلاء أنهم نواب لمحمد وآل محمد ومحمد وآل محمد برآء منهم بالمطلق لماذا؟ لأن دين هؤلاء يتنافى مع دين محمد وآل محمد بالمطلق بدرجة كاملة هؤلاء لا زالوا حبيسين في مرحلة التنزيل التي نسخت دينهم دين التنزيل إنهم من الذين يقاتلهم علي ويقاتلون عليا مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين من أنك ستقاتلهم ستقاتل المسلمين الذين هم في مرحلة التنزيل ستقاتلهم على التأويل مثل ما قاتلتهم أنا قاتلت الكافرين على التنزيل كانوا كفارا فقاتلهم رسول الله على التنزيل ولكن عليا سيقاتل المسلمين على التأويل المسلمون حبسوا أنفسهم على التنزيل فكفروا ارتدوا لأن مرحلة التأويل نسخت مرحلة التنزيل ومرحلة التأويل بدأت منذ بيعة الغدير يا علي ستقاتلهم على التأويل مثل ما قاتلتهم أنا أنا محمد صلى الله عليه وآله مثل ما قاتلتهم على التنزيل مراجع النجف وكربلاء لا زالوا حبيسين في مرحلة التنزيل بالضبط كأتباع سقيفة بني ساعدة حوزة الطوسي أسست لها سقيفة خاصة بها إنها سقيفة بني طوسي إنها سقيفة بني نجف إنها سقيفة بني مرجعية هذا هو الذي جرى ولا زال يجري على أرض الواقع الشيعة إذا بقوا على حالهم هذا فإن السيناريو الثاني سيطوى وحينئذ كل الكلام الذي مر ذكره في هذه الحلقات مثل ما قلت لكم قبل قليل سيذهب هباء منثور حينئذ لا أقول سنبدأ من الصفر أبدا نحن نحن سنكون تحت الصفر لا نستطيع أن نبدأ لا من الصفر ولا من تحت الصفر نحن سنكون تحت الصفر حينئذ سنكون وجودا لا قيمة له الواقع الشيعي في الحقيقة وصل إلى مرحلة انتهاء الصلاحية ونحن كذلك نتحرك بهذا الاتجاه العاقبة مخيفة ومخيفة جدا إذا ما طوي هذا السيناريو وكانت حركتنا باتجاه السيناريو الثالث إنه سيناريو اليوم الأخير إذا أردت أن أحدثكم عن سيناريو اليوم الأخير لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار أمورا عديدة منها ما تقدم ذكره في شرح وبيان حقيقة ارتباط التشريع بالتكوين حدثتكم عن هذا الارتباط المفصلي ما بين التشريع والتكوين لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم لكنني أردت أن ألفت أنظاركم إلى أن التحول من السيناريو الثاني إلى السيناريو الثالث لا يأتي جزافا ولا يأتي اعتباطا إنه التقدير وهندسة التقدير هذا الدين دين منظم وهذا الكون منظم ونظام الدين يلتقي بنحو دقيق مع نظام الكون هذا هو الذي قصدته من الارتباط الوثيق ما بين التشريع والتكوين وكذلك ما حدثتكم عن هندسة التقدير ومن أنها شبكة معقدة وعلى طبقات يظهر منها ما يظهر على خشبة مسرح التقدير لكنه لا يمثل الحقيقة إنه وجه من الوجوه حقيقة التقدير تكون خفية في كواليس مسرح التقدير وقد جئتكم بالنصوص والوقائع والأمثلة من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم أمر آخر لا بد أن ينظر إليه إذا أردنا أن نتحدث عن السيناريو الثالث عن سيناريو اليوم الأخير لا بد أن نفقها ولا بد أن نعلم من أن التقدير المهدوية الذي يرتبط بنا ونرتبط به وهكذا سائر الأمم لكنني أتحدث عن واقعنا الشعي التقدير المهدوي يتحرك في عدة اتجاهات الاتجاه الأول الاتجاه العام اتجاه عام في حركة التقدير المهدوي إنني أتحدث عن هندسة التقدير عن شبكة التقدير ما جاء في توقيع إسحاق بن يعقوب والذي ورد إلى النائب الثاني بخط إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم من الجزء الثالث والخمسين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة 181 من التوقيع الشريف المعروف بتوقيع إسحاق بن يعقوب الإمام هكذا يقول وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي الحديث هنا عن تقدير مطلق عن تقدير عام وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبها عن الأبصار السحاب تعبير دقيق واضح عن التقدير المهدوي العام وإني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء وإني لأمان لأهل الأرض ما يقدر لأهل الأرض وأهل الأرض عنوان لأن الأرض عاصمة المشروع المهدوي عاصمة الكون وإني لأمان لأهل الأرض هذا القانون العام في ضوء هذا القانون العام يجري التقدير لأهل الأرض عموما فيما يظهر على خشبة مسرح التقدير وفيما يكون في كواليس مسرح التقدير قلت لكم التقدير المهدوي يتخذ عدة اتجاهات الإمام هنا يتحدث عن عنوان التقدير إجمالا حينما يقول وأما وجه الانتفاع في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبها عن الأبصار السحاب هنا حديث عن التقدير بغض النظر عن اتجاهاته الاتجاه الأول التقدير العام التقدير المهدوي العام وإني لأمان لأهل الأرض هذا التقدير المهدوي العام لجميع أهل الأرض بغض النظر عن عقائدهم ودينهم هناك التقدير الخاص وهو لعامة شيعته هذا يظهر واضحا في الرسالة الأولى التي وصلت إلى الشيخ المفيد حينما يقول إمام زماننا صلوات الله عليه إن غير مهملين لمراعاتكم حتى مع نقضكم لبيعة الغدير لكن العقوبة التي ترتبت على نقض الشيعة لبيعة الغدير أن أوكلهم إلى أنفسهم أن أوكل الشيعة التي اتبعت هؤلاء المراجع الذين نقضوا بيعة الغدير أوكل الإمام أمور الشيعة إلى هؤلاء عقوبة له ولذا عبث فيهم هؤلاء المراجع ما عبث فيهم وسيستمر هذا العبث إلى النهاية السوداء التي سيكونون عليها في مواجهة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الروايات حدثتنا عن ذلك هذا لا هو بافتراض ولا هو باستنتاج هذه معلومات دقيقة حدثتنا الروايات الشريفة عنها لكن إذا وقع الشيعة في الحد الذي يقضى عليهم تماما فإن الإمام يتدخل إن غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم هذه العبارة فيها إحاء واضح صحيح أننا أوكلناكم إلى أنفسكم لكننا لسنا ناسين لذكركم إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء الإصطلام القضاء عليكم من الجذور صحيح أنتم غدرتم بي ونقضتم بيعتي لأنكم اتبعتم هؤلاء المراجع الإمام هكذا يقول ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم أصاب الشيعة مذجنح كثير منكم هذا الجنوح ما هو جنوح البقالين ولا هو بجنوح الأطباء والمهندسين هذا جنوح المراجع ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا فلا يقال للأطباء والمهندسين إذا ما جنحوا من أنهم جنحوا بعيدا عن السلف الصالح وعن مساره إنما يقال هذا الكلام للمراجع والفقهاء ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون الشيعة تبع هؤلاء مراجع النجفي وكربل من أولهم إلى آخرهم على هذا المنهج الآن الشيعة يتابعونه يتابعون هؤلاء البراجع الغادرين بإمام زمانه ومع ذلك فإن الإمام يقول إنا غير مهملين لمراعاتكم وإن كنتم تستحقون الإهمال الإمام يقول إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء فاتقوا الله جل جلاله جلاله وظاهرون أعينوا أنفسكم أعينوا أنفسكم كي أعينكم وظاهرون على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم هذا الخطاب يوجه لشيعة في سنة 410 للهجرة أما حالنا الآن ونحن في سنة 1443 وحلينا مرجع كالسيستاني في قمة المنهج المرجئ والبتري والتقصير فما هو حال الشيعة وبقية مراجع النجف ما هم بأحسن حال من حال السيستاني جميعهم كذلك جميعهم مرجئة وبترية ومقصرة هذا الكلام سنة 410 للهجرة فماذا نقول الآن ماذا نقول الآن إننا غير مهملين لمراعاتكم ولو كنتم تستحقون الإهمال ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء عظائم المصائب لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء لقطعوكم من جذوركم لستأصلوكم استعصالا ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء فاتقوا الله جل جلاله وظاهرون أعينوني 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 المهم هكذا يقول لأننا في زمان الغيبة قوانين الغيبة تختلف عن قوانين الظهور وذل كل شيء لكم هذا لا يتجلى في زمان الغيبة إذا ما تجلى فإنه سيتجلى بحدود ضيقة إنما يتجلى هذا القانون في زمان الظهور وظاهرون على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم هذا كله مع أن الإمامة في الرسالة الثانية التي وصلت إلى الشيخ المفيد سنة 412 للهجرة قبل أشهر من وفاته الشيخ المفيد توفي في شهر رمضان في بداية شهر رمضان سنة 413 للهجرة وهذه الرسالة وصلت في أواخر سنة 412 للهجرة في شهر ذي الحجة الامام ماذا يقول فيها يقول فيها بعد أن وصف مراجع الشيعة بالسباريت السباريت في تعبيرنا الشعبي العراقي يعني السرابيت وقد شرحت هذا في حلقات سابقة صاحب الأمر يقول للمفيد من أنني قد غيرت مكاني إلى مكان بعيد لماذا الإمام يقول ألجأ إليه ألجأني إلى ذلك السباريت من الإيمان السباريت من الإيمان إنه نفس المضمون الذي نستعمله في تعابيرنا الشعبية العراقية حينما نصف شخصا لا عنده من عمال لا عنده من مال وهو يستطيع أن يعمل لا عنده من بيت لا عنده من كرامة في المجتمع شي يقول عنه دخلي ولي هذا السربوت السربوت هذا في الثقافة الشعبية العراقية في اللغة الفصحة السبروت سربوت جمعها سرابيت السبروت تجمع على سباريت ألجأ إليه السباريت من الإيمان بإمكانهم أن يحصلوا الإيمان هذا ليس وصفا للعباسيين لأن العباسيين نواصب هذا وصف لمراجع الشيعة الذين تحدث عنهم في الرسالة الأولى من أنهم نبذ العهد المأخوذ منهم إنه عهد الإيمان إنه عهد الغدير إنه عهد الغدير الأول إنه عهد الغدير الثاني إنها مواثيق الولاية والإمامة مع الحجة بن الحسان ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون الإمام هنا يصفهم بالسباريت من الإيمان بإمكانهم أن يحصلوا الإيمان لكنهم سباريت ألجأ إليه ألجأني إلى أن أغير مكاني وأن أكون بعيدا عنكم ألجأ إليه السباريت من الإيمان إنهم مراجع الشيعة السرابيت السفلة إلى أن يقول الإمام في آخر الرسالة فما يحبسنا عنهم عن الشيعة وعن مراجع الشيعة فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم الإمام الحجة يكره الواقع الشيعي يكره مراجع الشيعة يكره حوزة النجاف هذه رسالته إلى المفيد هذا ما هو كلامي فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم ومع ذلك فإن الإمام يقدر للشيعة تقديرا خاصا إذ يقول لهم إن غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء فاتقوا الله جل جلاله وظاهرون على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم فهل نظاهر إمام زماننا ما هذه الظروف تترى في كل وقت من أوقاتنا الفتن قد أنافت وأنافت علينا أصلا الفتن قد دخلت فينا قد دخلت في عقولنا وقلوبنا أنافت أشرفت إذا كانت الرسالة تتحدث عن فتنة قد أشرفت على الشيعة في زمان الرسالة فإن الفتن قد دخلت فينا ظاهرا وباطنا علينا أن نظاهر إمام زماننا كي يعيننا كي يعيننا لا أن نظاهر هؤلاء السفلة من المراجع السفهاء الذين يضحكون علينا يضحكون علينا أعيدوا أعيدوا الوثيقة الدخية أعيدوها ما ندى أجيب الأسمان واحد قال لي أدى على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لنا أخر بابا ما توصل للنوبة إليها قال توصل أطمئنا تركبهم يعني ما يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفع عباردة واحد من الأعلى أخبر خمس سنو قال يليم استعجب مش داها قلنا تركب معلم إجمالية هذا هو واقع الشيعة لا أبل واقع الشيعة هذا هو الله هذا واقع الشيعة يا أيها الديخيون أنا مضطر لأن أخاطبكم وإلا البرنامج ليس معدا لمخاطبتكم لكن هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة من مجموعة حلقات يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول يا أيها الديخيون يا أيها الديخيون إمامكم هكذا يقول إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم وإن كنتم تستحقون الإهمال والنسيان ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء فاتقوا الله جل جلاله وظاهرونا ظاهرونا ظاهرونا على انتياشكم وظاهرونا ظاهرونا على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم وهو الذي يتحدث ويقول يخاطبنا جميعا يخاطب الديخيين وغير الديخيين فما يحبسنا عنه ما يحبسنا عن شيعتنا إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم هذه هي الحقيقة منذ بداية الغيبة الكبرى وبشكل أخص منذ سنة 448 للهجرة حينما أسس أطوسي حوزته في النجف إذن هناك عدة اتجاهات للتقدير المهدوي الاتجاه العام وإني لأمان لأهل الأرض الاتجاه الخاص لشيعته عموما حتى مع الذين غدروا به إنا غير مهملين للمراعاتكم ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء فاتقوا الله جل جلاله وظاهرون على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم وهناك التقدير الأخص التقدير الأخص هذا لخاصة أوليائه إنه للزهرائيين الحقيقيين ليست لي ولكم الذين لا أعتقد وجودهم بالنسبة لي لا أعتقد وجودهم من خلال ما عندي من المعطيات لكنني لا أنفي وجودهم لا أعتقد وجودهم من خلال الشيعة الذين أعرفهم لكن هذا لا يعني أنهم ليسوا موجودين أنا لم أوفق كي أجدهم فعدم وجداني لهم لا يدل على عدم وجودهم حينما أقول لا وجود لهم من وجهة نظري من خلال معرفة المحدودة عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود لكنني أتحدث عن الساحة التي أعرفها فلا أستطيع أن أتحدث عن شيء لا أعرفه بحدود معرفتي أنا لا أعتقد وجودهم في الساحة التي أعرفها هناك التقدير الأخص وهذا قد يكون خفيا وقد يكون جليا قد يكون خفيا مثلما حدثنا أمير المؤمنين وقرأت هذا عليكم في الحلقات السابقة حدثنا عن أحوال أولياء الإمام الحجة زمان الغيبة الكبرى أقرأ من نهج البلاغة إنها طبعة دار التعارف بيروت لبنان صفحة 148 الخطبة التي رقمها خمسون ومئة أمير المؤمنين يحدثنا عن صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه عن الحجة بن الحسن من أنه في سترة عن الناس في غيبته الكبرى في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين الناصل القين هو الحداد الإمام يشحذ قوما من شيعته إنهم خواص أوليائه لكن هذا الشحذ سيأتي بلطف خفي بنحو اللطف الخفي ليس بنحو مباشر محسوس بحس حاسة البصر والسمع في سترة إنه بقية الله في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين الناصل تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح تصلهم حكمة إمامهم صباحا ومساء توقعوا الفرج صباحا ومساء كيف شرحتها لكم في الحلقة الماضية وفقا للعقيدة والوجدان السليم ووفقا لمعطيات العقل والعلم تلاحظون تلاحظون المنطق هو المنطق تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم هذه حقائق العقل والعلم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح سلامة الوجدان صفاء القلوب نقاء الباطن من أخلص لله أربعين صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه هذا هو الذي يتحدث عنه سيد الأوصياء ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح هذا تقدير مهدوي من الصنف الخفي لطف خفي أما اللطف الجلي هذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 382 باب في الغيبة إنه الحديث التاسع عشر بسنده عن إسحاق بن عمار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه للقائم غيبتان للقائم غيبتان إحداهما قصيرة والأخرى طويلة هذه التسمية الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى هذه من الشيعة من عند الشيعة وإلا فإن الأئمة يطلقون مصطلح الغيبة الأولى والغيبة الثانية أو أنهم يقولون الغيبة القصيرة والغيبة الطويلة هذا الذي ورد في الروايات غيبة أولى وغيبة ثانية غيبة قصيرة وغيبة طويلة غيبة تامة الحديث عن الغيبة الثانية عن الغيبة الكبرى قطعا ستكون التسمية للغيبة القصيرة من أنها غيبة ناقصة لم يرد هذا الوصف للغيبة الصغرى من أنها غيبة ناقصة ولكن ورد الوصف للغيبة الكبرى من أنها غيبة تامة هذا يعني أن الغيبة الصغرى كانت غيبة ناقصة لأنها لم تكن غيبة تامة الإمام كان يتواصل مع الشيعة ومع سفرائه على أي حال أعود للرواية للقائم غيبتان إحداهما قصيرة والأخرى طويلة الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه إلا خاصة شيعته هذا التقدير الأخص فالتقدير الخاص لشيعته التقدير الأخص لخاصة شيعته الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه إلا خاصة شيعته والأخرى التي هي طويلة لا يعلم بمكانه إلا خاصة مواليه هذا اللطف الجلي تواصل جلي مع الإمام الحجة من قبل خواص أوليائه فهناك لطف خفي مثل ما قرأت عليكم قبل قليل من أنه يسقيهم كأس الحكمة صباحا ومساء ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح ومن أن حقائق التفسير تلقى في مسامعهم هذا لطف خفي هذا الذي تتحدث عنه الرواية لطف جلي تواصل مباشر للقائم غيبتان إحداهما قصيرة والأخرى طويلة الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه إلا خاصة شيعته والأخرى إنها الغيبة الطويلة لا يعلم بمكانه إلا خاصة مواليه هذا هو الذي قصدته من أن التقدير المهدوية منه تقدير عام ومنه تقدير خاص ومنه التقدير الأخص فإذا أردنا أن ندرس السيناريو الثالثة الذي هو سيناريو اليوم الأخير لا بد أن نأخذ بنظر الاعتبار هذه الحقائق التي أشرت إليها حقيقة ارتباط التشريع بالتكوين حقيقة مراتب هندسة التقدير فعلى خشبة مسرح التقدير هناك العديد من مراتب التقدير وفي كواليس مسرح التقدير هناك العديد من المراتب أيضا حقيقة أن التقدير المهدوية منهما هو عام ومنهما هو خاص ومنهما هو أخص مثلما بيّنته لكم بنحو إجمالي هذه المطالب مطالب واسعة تحتاج إلى كثير من الكلام لكنني مقيد بالوقت فماذا أصنع نذهب إلى فاصل عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه ألزم الأرض ولا تحرّك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة فتلك السنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب فأول أرض تخرب الشام يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات راية الأصهر وراية الأبقع وراية السفياني بعد كل التفاصيل التي تقدمت منذ الحلقة 230 وهي أول حلقة من حلقات هذه المجموعة إلى هذه الحلقة التي نحن فيها الآن 296 67 حلقة 67 حلقة امتلأت بالكثير من المطالب المعقدة وتنوعت فيها المعارف العقائدية بعد كل هذا الزبدة التي أصل إليها فيما يرتبط بالسيناريو الأخير نحن الشيعة هذا الذي أعتقده ليس بالضرورة أن يكون صحيحا لكنني لابد أن أستخلص النتيجة من كل هذا الكلام الذي تقدم أضع النتيجة بين أيديكم أنتم ماذا تحكمون تلك مشكلتكم ما هي مشكلتي مشكلتي أن قدمت بين أيديكم هذا الكتاب المتلفز الذي عنوانه يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول بدأت الحديث عن السيناريو الثالث وهأني أختم الكلام به بعد كل تلك التفاصيل فإننا نحن شيعة هذا الزمان على الأقل نحن الذين نعيش في هذا المقطع الزماني من عصر الغيبة الثانية نعيش هذا المقطع الزمانية من زمان إمامة الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه نحن الشيعة أمامنا هذه الخيارات الخيار الأول أن نستمر على ما نحن عليه كل الحقائق تقول إذا بقينا على هذا الحال إذا بقي الواقع الشيعي على هذا الحال وخصوصا في العراق وخصوصا في العراق وأتحدث عن شيعة العراق لا شأن لي بالأوضاع السياسية الأوضاع السياسية في العراق أوضاع بائسة لا شأن لي بها إنني أتحدث عن علاقة الشيعة بإمام زمانها حديث هنا عن المشروع المهدوي حديث عن إمام زمان لا شأن لي لا بالسياسة ولا بما تفعله الحكومة بشعب العراق ذلك أمر يعود إلى الحكومة وإلى شعب العراق أنا أتحدث هنا عن علاقة الشيعة العراق بإمام زمانها إذا بقيت الشيعة على حالها هذا الإمام مشرق والشيعة مغربون فإننا سائرون حتما إلى السيناريو الثالث هذا الذي أعتقده قد أكون مصيبا قد أكون مخطئا لكن الشيعة إذا بقيت على حالها هذا على خيبتها وفشلها وسوء طالعها إذا ما بقيت الشيعة بحالتها أدخية وبقي مراجع النجفي وكربلاء يركبون على ظهورهم كي يجعلوا منهم حميرا لأولادهم وحميرا لأصهارهم وحميرا لنسائهم ولجلاوزتهم ما هم الشيعة حمير ديخيون إذا بقيت الشيعة على هذا الحال بالنسبة لي فإنني مطمئن من أننا سائرون إلى السيناريو الثالث وحينئذ سنكون سنكون تحت الصفر أني أتحدث عن علاقتنا العقائدية مع محمد وآل محمد سنوثق روابطنا بحوزة الطوسي التي توثق روابطنا بسقيفة بني ساعد بالضبط مثل ما يفعله السيستاني الآن وما يفعله خطباء المنبر الحسيني الآن أتحدث عن العقيدة لا أتحدث عن الهراء الذي يذكرونه لكم وبعد ذلك يأتونكم بنعي كي يثير عواطفكم وتبدأون بالبكاء هذا بالنسبة للذين يبكون أما الذين لا يبكون فحالتهم أسوأ لا هم بالذين ينتفعون شيئا من مجالسهم ولا هم بالذين يسقطون دمعة ولو بطريقة غير صحيحة في أجواء الخدمة الحسينية إذا بقي الشيعة على حالهم هذا فهم سائرون إلى السيناريو الثالث وحينئذ ليس هناك من تمهيد شيعي لمشروع إمام زماننا وليس هناك من توفيق لنصرته والخوف كل الخوف أن تكون الشيعة بقضها وقضيضها مستعدة لحرب إمام زمانها هذه هي النتيجة إذا ما طوي السيناريو الثاني سيناريو القربان وتحرك الواقع الشيعي باتجاه السيناريو الأخير سيناريو اليوم الأخير هذا الخيار الأول الخيار الثاني ويا ليته يكون وهو الذي سيغير الواقع الشيعي أن مراجع النجف وكربلاء يتخذون قرارا أن يعتذروا عن الحال الذي هم عليه وأن يوجهوا الشيعة إلى المسار العقائدي الصحيح حتى لو لم يعتذروا أن يتحركوا باتجاه الإصلاح والتغيير بشكل صادق لا لأجل أن يضحكوا على الشيعة مرة أخرى بطريقة أخرى إنما يتراجعون عن ضلال حوزة الطوسي ويتوجهون إلى حوزة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه التي يكذبون دائما من أن حوزة النجف هي حوزة الصادق حوزة النجف لا علاقة لها بحوزة الصادق هذه حوزة الشفعي هذه حوزة الطوسي من الذي أسسها أسسها الطوسي وطوسي رجل شافعي هو شيعي لكنه في الحقيقة والمضمون شافعي هو في الشكل شيعي وإن كانت عمامته عمامة عباسية إبليسية إمامة شيطانية ورثها عن المرتضى عن علم الهدى كما لقبه العباسيون الطوسي شكله شيعي مضمونه شافعي فهذه حوزة النجف لا علاقة لها بالصادق صلوات الله وسلامه عليه لا من قريب ولا من بعيد إنها حوزة الشافعي إنها حوزة الأشاعرة والمعتزلة هذه حقيقة حوزة النجف لو أن مراجع النجف يتراجعون عن هذه الحوزة الضالة ويتوجهون إلى حوزة إمامهم الصادق يتحركون وبسرعة باتجاه التغيير والإصلاح ولن يجدوا معترضا عليه من من الشعة يعترض على المرجع الأعلى أو على الحوزة في النجف لكنني لا أعتقد أن الأمر هذا سيكون علاقتهم بالدنيا طمعهم بتوريث المرجعية لأبنائهم ولعوائلهم طمعهم بالأموال إلى غير ذلك مع أنهم سينالون أكثر من هذا لو ساروا في المسار الصحيح لكنهم قسط قلوبهم وأعمى الشيطان وأبصارهم بعدما نقضوا بيعة الغدير هل نتوقع خيرا من أناس نقضوا بيعة الغدير بقصد وبعمد وبعد ذلك كذبوا على الشيعة ما كذبوا وضللوهم لا أعتقد أنهم يستطيعون أن يتراجعوا لأنهم قد سلموا قيادهم للشيطان أتمنى أتمنى أن يتراجعوا وأن يعودوا إلى حوزة إمامهم الصادق قطعا هذا الأمر لو حدث هذا هو الأمر المثالي لتغيير الواقع الشيعي لكنني أستبعد هذا المراجع الموجودون الذين أعرفهم قلوبهم منتكسة وعقولهم مرتكسة في قذارات النواصب لا يستطيعون الخروج منها لا أعتقد ذلك أتمنى أن أكون مخطئا في تقديري وأتمنى أن يسرع مراجع النجفي في حركتهم لتغيير الواقع الشيعي ولإصلاح واقع المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية فهذا هو الحل النموذجي المثالي لتغيير الواقع الشيعي حينئذ سنكون سعداء إذا ما تحقق هذا الأمر لأننا سنبقى مع السيناريو الثاني لكنني أستبعد وقوع هذا الأمر الخيار الثالث إنه خيار النخبة النخبة الشيعية من الجامعيين من حملة الشهادات من المثقفين من الإعلاميين وحتى من السياسيين النخبة الصالحة التي التمست طريق الحق أو التي بإمكانها أن تبحث عن طريق الحق وأنا أدعوهم أن يعودوا إلى برامجي لا أدعوهم لاتباعي وحق الزهراء لا أريد أحدا أن يتبعني أنا لا أريد أن ألعب هذه اللعبة لا أريد منهم أن يتبعوني ولا أريد منهم أن يصدقوني ولا أريد منهم أن يقبلوا كل كلامي فأنا بشر يختلط خطأي مع صوابي وتختلط هدايتي مع ضلالتي وحكمتي إن كان عندي من حكمة مع سفاهتي هذا هو واقعي إنه واقع الإنسان ولهذا السبب فأنا أحتاج إلى الإمام المعصوم الإنسان يحتاج إلى الإمام المعصوم لماذا لأن أخطاءه تختلط بصوابه ولأن سفاهته تختلط بحكمته ولأن جهله يغطي على علمه ولأن ضلاله يلطخ صفحات هدايته هذا هو الإنسان من كانت محسنه مساوي وهو أنا وأنتم فكيف لا تكون مساويه مساوي هذا هو السر في احتياجنا للمعصوم فأنا أقول للنخبة عدوا إلى برامجي لا لأجل أن تتبعوني ولا لأجل أن تصنموني ولا لأجل أن تصدقوا كلامي ولا أبالي لو كذبتموني ولا لأجل أن تقبلوا كل كلامي أنا أقول عدوا إلى برامجي وابحثوا عن الحقيقة كي تأثروا عليها بأنفسكم دققوا في الوثائق والأدلة والشواهد والدقائق والحقائق كي تدركوا الحقيقة بحكم من عقولكم وبإذعان من قلوبكم لا شأن لكم به أكنت صالحا أم كنت طالحا أنا لا أمثل شيئا بالنسبة لكم أنا راوية حديث أنا واسطة لنقل المعلومات فقط وأنتم عليكم أن تبحثوا بأنفسكم إذا نشأ تيار مجتمعي يحمل هذه الثقافة وكان واسعا ومنتشرا لا أتحدث عن جميع المجتمع وإنما أتحدث عن النخبة فإن بإمكاننا أن نبقى مع السيناريو الثاني وإن بقيت المؤسسة الدينية الشعية الرسمية بعيدة عنه لا شأن لنا بها أن ينشأ تيار يقاطع هذه المؤسسة الدينية وأن ينشأ واقعه العقائدية على هذه المضامين التي وردت في هذه البرامج لا لأنها وردت في برامجي أنا لا لأنها بثت من قناة القمر الفضائية التي أسستها أنا لأنها تنتمي إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم وإلى حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم وعلى هذا بايعنا في الغدير إذا كنتم شيعة يفترض فيكم أنكم بايعتم بيعة الغدير وهذا هو مضمونها أن نأخذ ديننا وأن نأخذ علمنا من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم وهذا ما لا تجدونه لا في كتاب شيعي ولا في فضائية شيعية ولا في درس من دروس مراجع الشيعة ليس هناك من مكان إلا هذه القناة وابحثوا وتأكدوا واختبروا وجربوا بأنفسكم هذا الخيار الثالث يمكن أن يتحقق إذا ما وضعتم أيديكم في يدي ووضعت يدي في أيديكم بالإمكان أن يتحقق هذا الخيار أن ينشأ تيار مجتمعي لا علاقة له بتلك المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية الفاشلة إنها مؤسسة المرجئة والبترية والمقصرة بإمكانكم أن تفعلوا ذلك وهناك فسحة السيستاني إذا ما مات فإن الأمور لن تبقى على حالها مثل ما كان السيستاني موجودا بإمكانكم أن تؤسسوا من الآن لتيار مجتمعي واسع أنتم النخبة هذه وظيفتكم أنا لا أدعوكم إلى تنظيم سياسي ولا أدعوكم أن تشكلوا تشكيلات هذا مسؤول وذلك قائد إذن خرجنا من حفرة مليئة بالقذارة وسقطنا في حفرة أقدر أنا لا أدعوكم إلى تنظيم للأفراد ولا أدعوكم إلى تشكيل مجموعات ينصب فيها فلان قائدا وفلان مسؤولا هذا الهراء هو الذي دمرنا أنا أقول لكم أنتم شيعة أنتم شيعة الحجة ابن الحسن هكذا تدعون تعلموا عقائدكم الصحيحة والتزموا بكلام أئمتكم علموا عوائلكم إذا كانت عوائلكم تقبلوا منكم علموا أصدقاءكم إذا كان أصدقاءكم يقبلون منكم تحدثوا بهذا الحديث بألسنتكم وعملوا بنحو إعلامي على الإنترنت أتحدث عن الذين يمتلكون الموهبة ويمتلكون الإمكانيات للعمل الإعلامي أكتبوا إذا كنتم قادرين على الكتابة لكن الحديث بالألسنة هو الأهم بلغوا بالألسنة في كل مكان في المقاهي في المدارس في الجامعات في المساجد في الحسينيات أنتم يا أصحاب الحسينيات وظفوا حسينياتكم في هذا الاتجاه قد نموت نحن السيستاني ميت مثلما تغيرت موازين المرجعية بعد موت الخوء ستتغير موازين المرجعية بعد موت السيستاني ستكون هناك فسحة هذا شيء طبيعي لا يستطيع أحد أن يجبركم على أن تقلد المرجع الذي سيعين للشيعة من بعد السيستاني بإمكانكم أن تجدوا فرصة لكم عجلوا من الآن عجلوا لماذا أنتم نائمون عجلوا أنشئوا تيارا مجتمعيا عقائديا يتبنى هذا الفكر ويتبنى هذه العقائد على الأقل للجيل القادم نحن ذاهبون أنا ومن في سني ذاهبون عيون الإمام الحجة إلى الشباب دعونا نهيئ الطريقة أمام شباب الشيعة للأجيال القادمة اغتنموا هذه الفرصة وقدموا دقائق من الخدمة الصادقة لإمام زمانكم كي تأخذوها معكم إلى قبوركم صدقوني وأنا أقولها لكم من خبرة في معارف أهل البيت لن تنفعكم صلاتكم ولن ينفعكم صيامكم هذا لا يعني أن تتركوا صلاتكم وصيامكم لن تجدوا لذلك قيمة ستجدون القيمة فقط لخدمة إمام زمانكم من هنا الإمام الصادق يقول لو أدركته لخدمته أيام حياتي أنتم تفهمون وتدركون ماذا يقول الإمام الصادق لو أدركته لخدمته أيام حياتي الإمام الصادق هو أطول الأئمة عمرا نحن نتحدث عن عمر إمام معصوم يريد أن ينفقه أن يصرفه في خدمة إمام زماننا فماذا نقول نحن لو جمعنا كل أعمارنا وكل أعمار الخلائق هل يمكننا أن نقايسها لا أقول هل يمكننا أن نساويها هل يمكننا أن نقايسها بجزء يسير من ثانية من عمر إمامنا الصادق لا يمكن ذلك لا يمكن المقايسة المقايسة باطلة أنا لا أقول لا تساوي لا يمكن المقايسة لا تساوي هذا إذا كان هناك من وجه للمقايسة لا يمكن المقايسة وإمامنا الصادق يقول لو أدركته لخدمته أيام حياتي مثل ما تخدمون عوائلكم مثل ما تخدمون نساءكم وأولادكم مثل ما تخدمون آباءكم وأمهاتكم مثل ما تخدمون مجتمعكم وبلدكم مثل ما تخدمون جيرانكم وأصدقاءكم قدموا خدمة لإمام زمانكم أنتم على طول الخط تخدمون أنفسكم وتخدمون الذين أشرت إليهم أنا لا أقول أخدموا الإمام كما تخدمون أنفسكم ولكن اخدموه كما تخدمون جيرانكم كما تخدمون أصدقاءكم قدموا له جزءا من وقتكم هذا الجزء الذي تقدمونه خدمة لإمام زمانكم هذا هو الذي يبقى معكم وكل شيء لن يبقى معكم لا قيمة له الشيء الذي له قيمة ويبقى مسجلا ثابتا هذا هو الذهب الصافي خدمة إمام زمانكم فعجلوا عجلوا أنتم يا أصحاب الشهادات أنتم يا أساتذة الجامعات ممن ممن أدركتم حقيقة الأمر وممن اقتنعتم بهذا الذي يطرح عبر هذه القناة بادروا بادروا للعمل ماذا تنتظرون الفرصة مناسبة وسانحة جدا بالنسبة إليكم هذا هو الخيار الثالث أما الخيار الرابع أن نبقى مترددين أن نبقى خائفين أن نبقى يسيطر علينا الجبن تارة الهلع تارة أخرى أن نخاف من أن يقال عنا كذا وكذا أن نبقى في حالة تردد فإن عاقبتنا ستبقى أيضا في حالة تردد لا ندري ماذا سيحل بنا هذه الخيارات الموجودة أمام الشيعة يبقون على حالهم نحن سائرون إلى السيناريو الثالث يعني أننا نازلون تحت الصفر وكل شيء تحدثنا عنه سيذهب هباء منثورا أن تصلح المرجعية من حالها وأن تصلح الواقع الشيعي هذا هو الحل الأمثل الحل النموذجي لكنني لا أعتقد أن هذا سيتحقق أتمنى من كل قلبي أن يتحقق هذا وسأكون أول خادم في برنامجهم وسأكون أصغر خادم لهم إذا ما تحركوا بهذا الاتجاه لكنني لا أعتقد ذلك الخيار الثالث هو خيار النخبة أن يتحرك أن يعمل وفقا لمسؤوليتهم سننجح في البقاء مع السيناريو الثاني أيضا الخيار الرابع أن نبقى مترددين النتيجة ستكون مترددة أيضا عاقبتنا مترددة لا يوجد خيار خامس أعتقد أن صورة باتت واضحة وواضحة جدا وقت الحلقة صار طويل ملاحظة أخيرة مثل ما قلت لكم هذه هي الحلقة الأخيرة في مجموعة هذه الحلقات لكن هناك حلقات ملحقة بها يتوقف البث المباشر لمدة ستة أيام من يوم غد إلى يوم السبت لماذا؟ كي نعيد بث الحلقات الستة الأخيرة أتمنى أتمنى على أبناء وبناتي وعلى أخواني وأخواتي أن يتابعوا هذه الحلقات هذه الحلقات مهمة جدا هذه ترشدكم إلى أن تميزوا بين منهج أهل البيت في الفهم والتحليل وبين منهج المرجئة والبترية والمقصرة حاولوا أن تتابعوا هذه الحلقات وأن تتشبعوا بها وبعد ذلك قارنوا مع الهراء الذي تسمعونه على المنابر أو في الفضائيات أو من ألسنة أصحاب العمائم السوداء والبيضاء على حد سوى أتمنى على أبنائي وبناتي وأخواني وأخواتي أن يدقق النظر وأن يلخص أن يتباحث فيما بينهم في هذه الحلقات التي سيعاد بثها فمن يوم غد إلى يوم السبت سيتوقف البث المباشر لأننا سنعيد بث الحلقات الستة الأخيرة في يوم الأحد القادم سأعود إليكم إن شاء الله تعالى وسيبدأ بثنا في الساعة الثامنة والنصف بتوقيت النجف الأشرف وفي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت إغرانيش وتوقيت مدينة لندن إذن إلى الملتقى في يوم الأحد القادم أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله شكرا للمشاهدة